ولهذا هذا اللي رح انا اقرأه للأعزة من محمد اراجون اللي محمد اراجون اعزائي لعله ان لم يكن اهم مفكر اسلامي او مسلم وقف على تراث الغرب لا اقل هو واحد من اهم الاشخاص الذين فهموا الفلسفة الغربية وعلوم الاجتماع الغربي وعلوم الانسان في الغرب وهو المفكر المسلم محمد اراجون اللي توفي قبل سنة او سنتين اعزائي هذا الرجل عده مترجم بعنوان هاشم صالح هاشم صالح مذ ثلاثين عام يترجم كتب من محمد اراجون وهو يقول انه كلها تحت اشراف من تحت اشراف محمد اراجون اما الترجمة الفارسية بعد مو تحت اشرافه ولذا نصيحتي للاعزة اذا ارادوا ان يطالعوا يطالعوا اي الترجمة اذا بامكانهم ان يقرؤوا كتبه باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية ذاك بحث لان اكثر كتاباته هو بكل كتاباته تقريبا باللغة الفرنسية والالمانية اما اذا ما يستطيعون فليقرؤوا الترجمة العربية اما الترجمة الفارسية فانا لا اعلم منها شيء جاي تعالوا معنا أعزائي إلى واحدة من أهم كتبه وهو ما يعبر عنه باسم أين هو الفكر الإسلامي المعاصر هناك يقول واحدة من أسباب الرفض هذه القضية خلوا ذهنكم يم يا أعزائي جيدا يقول إن كل قارئ أو مستمع لخطاب ما يعني أنت عندما تتكلم وعدك متلقي هذا المتلقي من هو؟ مو إنسان فارغ الذهن أبدا أبدا أصلا إذا كان فارغ الذهن لا يحمل أي شيء أساسا يفهمك أو لا يفهمك لا يفهمك لا يفهمك متى يفهمك؟ إذا عنده عند اعتقاد معين عند الشعائر معينة عند عبادات معينة عند السلوك معين عند أخلاق معين أنت الآن جاي تريد ماذا؟ أن تعطيه خطابا آخر ينسجم مع متبنياته أو لا ينسجم إذا كان ينسجم قل ليسا أقدا فإذا يلفظ أو لا يلفظ مولان أجنبي هذا بالنسبة إليه أو ليس بأجنبي نعم أجنبي مباشرة ماذا يفعل؟ يرفضه الرفض مباشرة قال هو ذات مكونة بواسطة عقائد ومبادئ ومقدمات ومقاييس وكلها راسخة في اعتقاده وفي عقله طبعا من أقول راسخة مو بالضرورة يعني عالم لا حتى الجاهل الآن هذول الناس الذين يعتقدون بالشعائر الحسينية عدوهم عقيدة لعلوا اعتقادهم بالشعائر أكثر منك عزيزي أصلا بعض الأمور الخرافية التي يعتقد بها الناس لعل اعتقادهم أكثر من اعتقادك بالله أنت ما حد قائل بأنه لا بد أن يكون عالما أنت الآن ارجع إلى مجتمعاتنا الإسلامية تجد من صوفية ومن سنية ومن شيعية تجد في النتيجة عند مجموعة من الشعائر ومجموعة من العادات ومجموعة من الالتزامات حتى لو تعتقد بأنها خرافية هو يتنازل عنها لو ما يتنازل عنها عزيزي أبدا عد استعداد أن يقاتلك عليها يقتلك لأجل اعتقاداته حتى لو كانت خرافة الآن أنت اذهب إلى القبائل اذهب إلى الصوفية اذهب إلى غيرها تجد في مجموعة من الاعتقادات ممكن أن تقف أمام هؤلاء لا يمكن يقول وكلها راسخة في العقل والخيال ومكونة للوجدان وموجهة ومكيفة للإدراك وهذه العوامل هي التي تكون الذات وعندما يطرأ على هذه الذات مفهوم غير مألوف لها وغير متلائم معها يلتجأ إلى وسيلة من وسائل الرافض لحماية ذاته من التحلل والانحلال والتفتت يخاف مولانا مباشرة أنت تقول هالشكل مباشرة يتخل موقف أمامك مباشرة يتخل موقف أمامك أنتوا الآن في مجتمعاتنا أنا ما أريد أضرب أمزلة بيني وبين الله الأمزلة قد تكون بعضها حساسة في بعض القضايا من الشعائر الحسينية التي الآن بدأت وجدت مولانا كالحشيش الآن بعض الشعائر الحسينية التي لا أصلها مجموعة من الخرافات كلها بدأت تظهر بعنواني ماذا؟ بعنواني ماذا؟ شعائر حسينية مولانا بالأمس واحد دازل سؤال مولانا موجود مولانا الأعزاء يقول بيني أكو سيدنا في منطقتنا ما رد أجيب المنطقة في منطقتنا أكو شعيرة يسموها شعيرة التطيين قلت له هاي شنو شعيرة التطيين؟ يقول بيني وبين الله يطيينون أنفسهم وجهه وراسه وكذا يقول هاي من شعائر الحسينية مولانا؟ شعيرة شنو؟ التطيين مولانا تسامع بها مولانا؟ ها جديدة بدأت الآن شعيرة ماذا؟ المشي على ماذا؟ ها؟ على الزجاج المشي على النار المشي على الشوك نطح الجدار باعتبار أن زينب سلام الله عليه نطحت رأسها بالشسمة فهو ينطح رأسه مولانا وين؟ بالجدار مولانا يعبرون عنها شعيرة النطحية مولانا وأخذوا ما يمشي مولانا هذا الشعار الآن بينك وبين الله بمجرد التدقل بابه هذا الشعار الحسينية شي تصير انت مولانا؟ انت موالي للحسين لو ضد الحسين مولانا؟ ها ضد الحسين مباشرة تنصر ضد الحسين اذا السبب الاول لرفض عملية النقد والتصحيح والاصلاح والنهضة هو انك انت تريد ان تدخل على شخص مكون اتريد تبدل بعض ماذا؟ بعض اجزائه كلبدا كيف يلفظ؟ هذا ميلفظ ماذا؟ هذا السبب ولكن الاخطر منا مو هذا اعزائي هذا اعزائي يذكره في مقدمة كتابه في صفحة اكس اكس في لنما بارقام في المقدمة هو مهم انا بيودي ان الاخوة يطالعه السبب الثاني اعزائي وهو الاخطر من السبب الاول هذا السبب اعزائي فردي ولعله ينشأ من الجهل اما هذا السبب الثاني لا 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 مؤسسة ويصدر مو من الجاهل يصدر ممن؟ ها من العالم هذا في كتاب اخر له بعنوان قضايا في نقد العقل الديني هذا كان اسمه اين هو الفكر الاسلامي المعاصر بودي اعزائي رجائي طلب من اعزتي والطلاب والاخوة اللي يسألون سيدنا ماذا نطالع اعزائي اقرأوا بعض هذه الكتب لا اقل تتعرفوا على الاخر ما هي مشكلة الاخر ماذا يوجد عند الاخر لتنغلقوا داخل ماذا ها هذه السياجات المتحجرة التي تضعها حول نفسك حتى لا يراك الاخر مع انه يراك انت لا ترى الاخر الاخر دا يراك ولكن انت تضع الجدار حتى ماذا حتى كالنعمة تضع ترازها في التراب فهي لا ترى شيئا وانا الاخر ماذا دا يراها ويراها ولهذا هماتينا دا يخترقونا في بيوتنا وتحت في في منازلنا وأولادنا وأطفالنا هم دا يخترقوننا بقوتهم العلمية والفكرية والصناعية والتكنولوجية ترجمة نانسي قنقر